مدير النوافذ DWM هو اكتر موضوع انطلب مني اني احكي عنه اليوم رح نثبت DWM على fresh installation لأرش ما في عليها اي شيء مثبت يعني بتوقع حتى فيمو جيت وكل هالامور تانية ما لها مثبتة رح نقوم بتثبيته بالكامل رح نقوم بعملية البلد رح نقوم باضافة باتش واحدة رح نقوم بعملية configuration بسيطة ما رح نقوم بconfiguration كبيرة جدا لانه الموضوع اكيد بياخد اكتر من فيديو بس رح نشوف كيف ممكن انك تبتدي باستخدامه على نظام ما في عليه اي شيء مثبت هلا اذا كان في عندك ويديو مانيجر تاني عمالك تستخدمه ففي بعض الامور رح تكون اسهل بس نحنا رح نقوم بالعملية من بدايتها فهلا انا موجود على صفحة stockless.org ورحت مباشرة لقسم LDWM ولحتى سبته رح ايجي لقسم source ومن ال source رح نيجي لLDWM فشايف لحتى سبته بدي اعمل عملية git clone للرابط اللي موجود عندي فخلينا نروح للماكينة الافتراضية فهلا على الماكينة الافتراضية مثل ما اللي شايف حكيت انه vanilla arch ما في عليه اي شيء تاني فهلا لو اشيته قلت له git clone htttps.com slash slash git dot suck list dot org slash dwm متل ما اللي شايف انه git ما لها مثبته فاول الشي رح نعمله انه رح نثبت ال git فرح نقل له sudo pacman dash capital s git طيب بعد ما ثبتت ال git رح ارجع لأمر الكلون مرة تانية هلا انا عمالي اعمل عملية الكلون على ال home directory انت بدك تعملها باي مكان تاني بدك تكون عامل مجلد خاص لكل السورسز وتحطه فيه حطه فيها انا بس لانه هاد الكلام بماكينة افتراضية حطيته بال home directory بس عادة بيكون في عندي مسار خاص لكل السورسز اللي عندي فهلا بس لتخلص عملية الكلون رح نروح بعدها للمسار اللي عملناه اللي عملناه عملية الكلون ورح نثبت اللي ما حكيته انه ال dwm هلا انا خلينا نروح للمسار dwm بهاد المسار لو قلت له ls-la رح شوف انه في عندي ملف اسمه config.dev.h الملفات التانية حاليا ما بتهمني وما رح ادخل بتفاصيلها بس لو فتحت l نحنا ما ثبتنا الفيم لازم اني ثبت text editor فكمان رح نثبت الفيم فرح نقول له vim طيب لو فتحت l config.dev.h رح شوف انه لو جيت باحد الاقسام رح شوف انه عمله يكون طالب مني او هو متوقع انه يكون مو ثبت عندي ال st terminal بهاد القسم لو قلت له set number بالسطر بالسطر 61 عمله يقلي انه متوقع انه يكون في عندي ال st terminal اللي هي كمان واحدة من ادوات الساكليس ومتوقع انه يكون في عندي ال d menu ال d menu حكينا عنها بشكل مفصل ما رح نرجع ونحكي عنها مرة تانية ال st اليوم ما رح سبتها ال d menu رح سبتها ولكن ليس بالطريقة اللي شفناها بالفيديو الخاص فيها ولكن رح سبتها من المستودعات الخاصة بarch ليش هاد الكلام لانه اولا متل ما اللي شايف هو متوقع انه تكون ال d menu موجودة عندي السبب الثاني رح نوضح هاد السبب مباشرة هلا انا متل ما حكيت موجود بمسار ال d w m لو قلت له لحتى قوم بعملية البناء او عملية ال build مشابهة لل d menu فرح استخدم امر make فرح نقول له sudo make install مباشرة طلع عندي باللون الاحمر error اللي هو اللي في عندي ال header الخاص بال x اللي ما له موجود هلا انا ممكن اني دور على هاي الحزمة وثبتها بشكل يدوي بعدها رح يطلع في عندي error بيطلب مني library تانية او header تانية وكل مرة لازم دور على هاي libraries وثبتها بشكل يدوي في حين لو قشيت وقلت له sudo pacman dash capital sd menu هلا انا ليش ثبتت ال d menu وليس ال d w m من المستودعات لانه ال d w m ما لها موجودة على مستودعات orsh وانا بالاساس عمالي يقوم بعملية التثبيت بشكل يدوي بس ال d menu انا بدي ثبتها بهذا الشكل لانه وقت اللي بثبتها متل ما لباين عندي رح يثبت لي اغلب ال libraries او packages او ال dependencies اللي ال d w m محتاجها لحتى يشتغل هلا لسه في عندي packages تانية او dependencies تانية ما نزلت مع ال d menu بس رح نحلها بعد هاي الخطوة فخلينا نحل هاي المشكلة ونثبت ال d menu مع ال dependencies الخاصة فيها هاي واحدة من السلبيات اللي حكيت عنها بفيديو ال d menu انه جماعة الساكلس يعني ما بيقلولك شو هي ال dependency المطلوبة انت لازم تروح وتفتح لو فتحت ال d w m dot c رح شوف انه هاي ال dependencies اللي مفروض تكون موجودة عندي بقسم ال include في عندي X11 في عندي Xlib.h في عندي Xprobo بروتو في عندي XFT موجودة بمكان تاني موجودة تحت فعندي Xenorama ما في عندي documentation وانما لازم اني اقرأ السورس بحد ذاته لا اعرف شو هي فانا مع تثبيت ال d menu حليت قسم كبير من مشاكل ال dependencies هلا لو رجعت و قلت له sudo make install رح شوف انه عمل عملية ال build وما عطاني اي error طيب هلا بعدها ال d menu ال d w m صار مثبت لو اجينا نتأكد من هذا الكلام لو قلت له command dash v d w m رح شوف انه حطلي اياه بالمسار اللي هو slash usr slash local slash bin slash d w m طيب بهذا الشكل لو اشيت و قلت له d w m ك command رح يقلي انه كانت open display ليش هاد الكلام؟ هلا ال window manager او ال d w m هو عبارة عن client بيحتاج لسيرفر لحتى يشتغل السيرفر بهاي الحالة رح يكون هو ال x server او ال x org ال d w m طبعا بتوقع انه اغلب اللي اسألوا هاد السؤال بيعرفوا انه ما بيشتغل على ويلند في عندي بدائل او في عندي نسخ clones عن ال d w m لتشتغل على ويلند بس مو هاد موضوعنا الموضوع انه انا لسه لازمني السيرفر بحذاته انا ما ثبتت السيرفر فالسيرفر متل ما حكيت هو ال x server على arch رح ثبت الحزمة التالية او الحزم التالية رح نقل له sudo pacman dash capital s الحزمة رح يكون اسمها x org dash server ورح ثبت حزمتين تانيات او تلت حزم تاليات رح يفيدوني بعدين الحزمة الاولى رح يكون اسمها x org dash x init هلا هاي الحزم اغلبها رح تتثبت مع تثبيت السيرفر x org dash server بس انا عمالي اعرضها لحتى تعرف شو هي الحزم اللي ممكن انك تحتاجها في عندي الحزمتين اللي بعدها ممكن انه انت ما تحتاجها بس انا رح احتاجها الحزمة الاولى اللي هي x org dash x render والحزمة اللي بعدها x org dash x r db x render لحتى كون قادر غير resolution الشاشة وال x r db لحتى كون قادر غير السكيل او التمدد غير السكيل المقياس فرح ثبت هاي الحزم ورح نقول له اوكي نستنى لا يخلص من تثبيتها وشايف انه ثبت لي اشياء اضافية غير اللي بدياها ثبت لي اللي بيمبوت ثبت لي الفونتات اللي ال dwm رح يحتاجها فثبت لي اغلب الاشياء اللي بدياها بس لسه في عندي انا ثبتت ال x in it وصرت قادر اني استخدم ال start x اللي هي الرابر اللي رح معن طريقه يكون قادر يفتح ال dwm بس هلا لو قلت له start x اللي هو الرابر رح شوف انه في عندي فيلر بال x org بحد ذاته هاد الكلام معناه انه انا في عندي ملف اضافي لازم اني قوم بانشاؤه لحتى يشتغل عندي سواء ال dwm او اي window manager تاني هلا هاد الكلام لاني ما عمالي استخدم display manager مثل ال gdm او ال sddm او ال light dm انا عمالي استخدم ال start x فلحتى يشتغل ال dwm او اي ويندو مانجر تاني باستخدام ال start x رح ارشع اول شي لمسار ال home فرح نقل له cd ورح انشئ باستخدام الفيم ملف اسمه .xenitrc بهذا الملف الخطوة الاولى اللي رح اعملها بعدين رح ارجع لهذا الملف مرة تانية فرح ضيف السطر واحد اللي هو exec exec dwm رح احفظ الملف واطلع منه ورح نقل له start x مثل ما اللي شايف اشتغل عندي ال window manager اشتغل عندي ال dwm هلا طالع عندي ال background بلون اسود ما في عندي background لاني ما ثبتت اي حزم بس في عندي ال panel العلوية اللي رح استخدمها اللي بتأكد لي انه ال window manager اشتغل بس ما ثبتنا اي terminal والدقة انا بهذا الفيديو ما لا عاجبتني بدي اغيرها بس هلا ما في عندي امكانية اني اعمل اي edit لاي configuration فخلينا نطلع من ال dwm نرجع لملف ال configuration انثبت terminal ونعمل شوية تغييرات بسيطة لحتى اطلع من ال dwm ال key binding او اختصار لوحة المفاتيح الافتراضي ال default رح يكون زر ال alt اللي هو الموديفاير key هاد الزر انا ما بحبه رح نغيره بعدين للزر السوبر او ال windows فعندي alt shift و q ضغطت هاي الازرار اللي ثلاثة ال combination فطلعت من ال dwm ورجعت لل tty بال tty رح نثبت alacriti انا بستخدم keyty بس keyty باعتبارها hardware accelerated بهي ال configuration الحالية بهذا السيستم باعتبار انه لسه ما في عندي اي حزم مسبتة فما رح يشتغل ال keyty فرح نستخدم ال الacriti عوضا عنه فرح نقول له sudo pacman dash capital s الacriti ورح نرجع وندخل لل dwm مرة ثانية فكمال رح ارجع له start x هلا انا موجود باللووو ايه نحنا ثبتنا للاخطر فيض نحن اي onda port. لا يعلم كيفه هو ال keyباinding او الشورتكات الخاص فيها الي هو alt وحرف p p لتحت وليست p p لتحت فافتح عندي al dvenue فرح ن فتح عني alacriti بالالاكرتي بالتيرمينال راح نرجع لمسار الدي دابليو ايم فرح نقل له سي دي دابليو ايم خلينا نكمبر الخط شوي فلو قلت له الاس داش ال اي راح شوف اه وصرت قادر اني استخدم الماوس وصرت قادر اني استخدم الكيبورد لانه ثبت حزمة الاس اكس اورك داش اللي بإمبوت فصار عندي شغال الكل البريفرالز اشتغلت فبهذا المسار شايف انه نحن في عنا ملف الكونفيك دوت 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 اتش هات شفناه مني شوي بالمرحلة الاولى وقت اللي عملنا عملية البيلد المبدئية بس طلع في عندي ملف جديد اسمه كونفيك دوت اتش هلا ملف الكونفيك دوت اتش هو نسخة مطابقة بطبق الاصل لملف الكونفيك دوت 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 اتش بس الدي دوليو ام والدي مانيوم والاستي الكونفيك دوت اتش وليس ال دوت ديف فحتى لو لاحظت انه ملف الكونفيك دوت اتش هو مملوك من قبل الروت وليس من قبل المستخدم الحالي فانا كل ما بدي اعمل عملية تعديل او عملية اديت التعديل بعمله بالكونفيك دوت 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 اتش وليس الكونفيك دوت اتش بس لازم اني احذف الكونفيك دوت اتش وبعدها عدل الكونفيك دوت 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 اتش هلا قبل ما عدلها خلينا بالبداية انثبت خليني اغير دقة الشاشة لانه ما عاجبتني هيك فرح ارجع لملف ال دوت اكس اي نيت اار سي وقبل الاكس اك رح ضيف سطرين السطر الاول اكس راندر داش اكس نانيتين توينتي باي تن ايتي رح قلله اند والسطر التاني اكس ار دي بي داش ميرج بالهم ديركتوري رح يكون في عندي ملف رح قوم بانشاؤه بعد شوي طبعا هدول السطرين خاصين بالفيرتوال ماشين اللي عندي فرح احفظ هاد الملف حكيت بدي اضيف ملف اسمه بدي انشئ ملف اسمه دوت اكس ريسورسيز بهاد السطر رح ضيف اكس اف تي دوت دي بي اي نقطة مية واربعة واربعين هلا رح اشرح هاد السطر بالرغم من انه اغلب الناس ممكن انها ما تحتاجها هاد السطر رح يغير لي الاسكيل شو هو رقم او الدي بي اي شو هو الرقم مية واربعة واربعين هو واحد من مضاعفات الرقم ستة وتسعين اللي هو بالتحديد ستة وتسعين ضرب واحد فاصلة خمسة انا بدي اعمل عملية سكيل بمقدار مية وخمسين بالمية للدقة الحالية هاد بونس ما له علاقة بالدي دابليو ام ممكن انك تستخدمه مع اي ويندو مانجر فخلينا نحفظ هاد الملف ونطلع منه وخلينا نرجع نقطة ال الدي دابليو ام مرة تانية فرح نقل له آلت شيفت كيو ورح نرجع وندخل للستارت اكس مرة تانية متل ما اللي شايف انه الرزوليوشن تغيرت هلا صار في عندي البار العلوي بكامل عرض الشاشة هلا لو رشعت وقلت له إيلاكريتي لو فتحتها من الدي مينيو خلينا نرجع ونكبر الخط مرة تانية قبل ما ابتدي واعمل عملية الباتشينج بدي ضيف متصفح لانه انا لسه ما في عندي اي متصفح على هاد الجهاز فرح نثبت الفايرفوكس فرح نقل له سودو بات من داش اس فايرفوكس خلينا هلا انا بدي استخدم البايب واير ما بدي استخدم البولس ولا الجاك ولا اي شي تاني فرح نقل له اتنين رح استخدم الواير بلومبر بدل البايب واير داش ميديا داش سيشن وبدي سبت خطوط رح سبت خطوط النوتو داش فونتس اللي هي رقم اتنين رح نستنى ليخلص تثبيت الفايرفوكس طيب خلصنا من الفايرفوكس عملية الكونفيوريشن رح ارجع لها بعد شوي بس اول شي بدي ضيف باتش واحدة فخلينا نفتح الفايرفوكس فقلت له آلت بي ورح نفتح الفايرفوكس خلينا نجي لصفحة الساكلس.org وخلينا كمان نجي لالدي منيو ومن الدي منيو من القائمة اللي على اليسار رح نجي لالباتشيز هلا بالشكل اللي شايفو حاليا انه انا ما في عندي اي فراغات او اي جابس حوال النوافذ اللي مفتوحة هذا الكلام بالنسبة لي انا ما بحبه بحب يكون في عندي فراغات هلا فبهذا القسم لو دورت على كلمة جاب رح يطلع عندي عدد كبير من الباتشيز اللي ممكن اني استخدمها الباتش اللي انا شخصيا باستخدمها اسمها فانيتي جابس ممكن انك تستخدمها اذا بدك فرح نجي ونسبت اي واحد من الاصدارات اللي موجودة او رح ننزله فانا رح استخدم اخر واحد اللي هو ستة اربعة كومبو المتوافق مع نسخة DWM اللي سبتناها فبالزر اليمين رح نقل له save link as ووين رح حطه رح حطه بالمكان اللي موجود عندي ال DWM في فهذا خلينا نقل له اوكي انحفظ عندي لو رجعت للمسار اول شي خليني انقل الفايرفوكس لتاك تاني او لورك سبيس تاني ب DWM الورك سبيس ما اسمها وورك سبيس وانما اسمها تاك فلحتى انقل نافذة من تاك لتاك تاني باستخدم الموديفاير كي اللي هو بهاي الحالة لسه ما غيرنا هو زر ال alt مع زر ال shift ومع رقم التاك اللي بدي يروح عليه فرح قل له alt shift ورح انقل له للتاك التاني هلا لو قلت له alt 2 رح شوف انه الفايرفوكس انتقل للتاك او الورك سبيس التاني انا بشكل default في عندي تسع تاكات او تسع وورك سبيسات خلينا نرجع للتاك الاول وخلينا نرجع لل DWM لو قلت له ls-la رح شوف انه في عندي ال def او ال patch انا حطيتها بهذا المكان خلينا لحتى ثبت اي patch مثل ما شفنا بفيديو ال d menu رح استخدم command patch او امر patch وبعدين رح قل له dash p1 بدون اي سبيسات ورح قل له سهم على اليسار واسم ال patch اللي هي كان d menu dash c facts انا بستخدم زر التاب لحتى يعمل auto completion فمتل ما اللي شايف انه الباتش الاول والباتش التاني والباتش التالت تمت عملية الباتشنج بنجاح كيف بتأكد خلينا مثل ما حكي خلينا اول شي نحزف ملف ال config dot f dot h فلحتى احسفه مثل ما حكيت بعتبر انه مملوك من قبل ال root فاما ممكن اني استخدم sudo او الطريقة اللي انا بستخدمها اللي هي بعد RM بقل له الفلاق اللي هو dash f رح نقل له config dot h هلا لو فتحت config dot def dot h رح شوف انه نضاف عندي اسطر جديدة ببداية الملف اللي هي ال gap خلينا نصغر الخط شوي اللي هي السطر هاد واحد اتنين تلاتة اربعة اللي هني بحددولي قدي مقاس ال gap اللي بدي اياها حوالك النافذة سواء ال internal او الاكسترنال انا لهذا السبب بختار هاي الباتش لانه فيها options كتيره فانا حابب انه يكونو الكل بنفس الحجم فرح غير الاسطر الاربعة لعشرة بيكسل ورح نحفظ هاد الملف لازم اني ارجع وقامل عملية rebuild من جديد فرح نرجع ونقل له قبل ما ارجع وقامل عملية rebuild لو قلت له ls-la رح شوف انه ال executable file او ال binary file الخاص بال dwm موجود بهذا المسار وفي عندي dwm-o هلا هدول يعني انا بدي اشيلهم من هاد المكان ممكن اني احزفهم بشكل يدوي لانه ما لي بحاجتهم ال binary موجود بالمسار اللي شفناه بالبداية بس بدل ما احزفهم بشكل يدوي رح قل له sudo make install وبعد ال install رح قل له clean فهلا لو رجعت قلت له ls-la رح شوف انه ال binary ما عد موجود وال dwm-o ما عد موجود هلا لازم اني اقتل ال dwm وارجع افتحها مرة تانية فرح نرجع ونضغط alt و shift و q لحتى اطلع من ال dwm ورح نقل له مرة تانية start x هلا شايف انه بعد وشغال لو قلت له alt p و فتحت alacriti رح شوف هلا رح يكون صعب انه يظهر بشكل واضح لانه في عندي background soda بس شايف انه بين ال bar العلوي وال dwm او بين ال alacriti صار في عندي هال space هالفراغ اللي اجا من الباتش اللي انا امت بتثبيتها هلا طبعا في عندي patchات كتيرة ما رح ادخل بتفاصيلها ممكن انه نرجع لها بالمستقبل وفي عندي الاشياء التانية اللي بدي اعملها فيديو خاص فيها ما رح احكي اليوم عنه اللي هو كيف بعدل ال bar العلوي كيف بضيف السكريبتات كيف بضيف الساعة كل هاي الامور رح نحكيها بفيديو مستقل بس هلا بدي اعمل شوية تعديلات على ملف الconfig.h متل ما حكيت انا ما بحب اني استخدم زر ال alt واذا فتحت terminal تانية رح شوف انه terminal اللي على اليسار حجمها اكبر من terminal اللي موجودة على اليمين كمان هذه الكلام انا ما بحبه انا بحب انه كل النوافذ يكون احجامها متساوية طبعا اللي على اليمين واللي على اليسار لاني لو فتحت نافذة تانية رح شوف انه في عندي الماستر والماستر ستاك فالنافذة التالتة رح يكون بحجم مختلف وانا ما بدي اني افتح اني استخدم ال d menu كل مرة بدي افتح فيها ال الالاكرتي فبدي حط شورت كات او كي بايندينج للالاكرتي فخلينا لحتى اغلق نافذة انا بستخدم السوبر او عفوا الموديفاير اللي هو حاليا alt رح نغيره وشيفت وصي سكرت الاولى التانية والتالتة فرح نرجع نفتح ال الالاكرتي رح نيجي ل ال dwm ومتل ما حكيت رح نحذف رح نقول له rm-fconfig.h رح نفتح الconfig.dev.h اول شي بدي اغيره اني حط ال keybinding للالاكرتي فهلا لو اجيت بهذا الملف للقسم الخاص بالkeybindings رح نرى انه الترمينال اللي هي المود shift وenter تفتح عندي الترمينال cmd ترمينال cmd اللي هو عبارة عن variable معرف بالسطر اللي فوقه بس هو متوقع انه انا اكون عمالي استخدم الاستي انا بدي استخدم الاكريتي فرح احذفها من هاد المكان بس وقت اللي حذفتها من هون خلينا انضيف شوية spaceات بهاد السطر لحتى يضل كل شي مرتب لو لاحظت انه بالسطر اللي بعده او بسطر تحت في عندي ال enter مستخدم لkeybinding تاني فبهاي الحالة صار في عندي تعارض بين هدول الاتنين انا اللي فوق بدي اخليه على وضعه بس رح عدل اللي تحت فرح اجي وانسخ ال shift من هاد المكان وضيفها تحت كمان خلينا نحذف شوية spaceات طيب الشيء الثالث اللي بدي اغيره متل ما حكيت انه انا ما بدي استخدم زر ال alt وانما بدي استخدم زر السوبر او ال windows فلو دورت على كلمة mask رح شوف انه في عندي define mode key mode 1 mask المود واحد اللي هو زر ال alt زر السوبر اللي هو او زر ال windows اللي هو mode 4 والشي الاخير اللي حكيته انه بدي يخلي كل النوافذ تكون بعرض واحد فبهاد المكان لو قلت له cm fact او c fact لا كانت m fact m factor اللي هي ااخدها رقم 055 لحتى يكون اللي على اليسار الماستر اعرض بشوي من ال clients او من ال stack انا بدي اهن يكونوا بنفس العرض فرح خليها 05 هاي الاشياء الوحيدة اللي رح نعملها كconfiguration اليوم في عندي نقطة وحيدة اخيرة رح نقطة ال dwm ونطلع منه فلسه حاليا المود key اللي موجود عندي هو ال alt لسه ما تغير لل super فرح نقل له alt shift q ورح نرجع ونقل له start x طيب هلأ لو ضغطت super enter فتح عندي ال alacriti ولو ضغطت super shift c سكرت عندي ال terminal هلا لو بدي انتقل من ويندو لويندو مو بضروري تكون terminal فانا في عندي ازرار التحرك اللي بيستخدمها اللي هي ال j وال k وال h وال l ازرار vم طبعا مع الضغط على ال windows او على modifier key فخلينا اللي حكيتو الشي الوحيد اللي بدي اعمله بالنهاية هو انا مو كل مرة بعمل فيها login بدي اكتب كلمة start x بدي ال dwm او اي window manager هذا الكلام بينطبع على كل ال window managers بدي انه اول ما اعمل login مباشرة يدخل ال window manager فخلينا نفتح ال firefox نحنا ما عملنا لها key binding ممكن انه نعمل لها وخلينا نجي لويكي arch فرح نقل له خلينا نحطه بي نافذة بتاك تاني هون راح تدور على start x وبهاي الصفحة راح ايجي للقسم اللي موجود عندي في قسم auto start x at login بهذا القسم شايف انه عمله اللي انه بالاعتماد على الشل اللي عمالي استخدمها سواء الباش او الزي اس اتش ممكن ان يضيف هالسنيبيت للملف البروفايل الخاص بالشل هلا انا حاليا عمالي استخدم صدفة باش فراح انسخ هاد الكلام وهون لو قلت له ls-la راح شوف انه في عندي ملف الباش بروفايل فراح افتحه فراح نقول له .bash underscore profile وهلا هون بهذا المكان خلينا ننسى السطر اللي موجود ففوقه راح ضيف القسم اللي نسخته هاد الكلام بعمل المعنى انه انا اذا كنت موجود بتي تي واي رقمها واحد مباشرة لا تطلق مباشرة اعمل لي ال start x لهذا السبب في عندي ال execute start x راح نحفظ هاد الملف هلا راح نعمل restart للنظام بالكامل فهلا السودو انا حاليا راح استخدمها بالمستقبل ممكن انه نشوف كيف ممكن اني ما احتاج ال sudo فراح نقول له sudo reboot طيب خلينا نشوف ال start x راح يشتغل مباشرة ولا لا راح نعمل login فبهذا الشكل بشوف انه ldwm فتح مباشرة بدون ما اني اكتب start x بنرجع بغير فيديوهات لنشوف كيف منعمل configuration للbar العلوي وبامان الله